محافظة أبيان تعيش هذه الأيام حالة من الإهمال والتهميش في معظم القطاعات الحيوية الإهمال لم يستثني قطاعا بعينه ولعل قطاع التربية والتعليم من أكثر القطاعات المهمشة في المحافظة أوضاع يرثى لها يعيشها التلاميذ الذين يواجهون ظروفا صعبة في المراحل الدراسية المختلفة تغيب عنهم أبسط الحقوق مبان آيلة للسقوط آثاث عفى عنها الزمن ودورات مياه خاربة بالإضافة إلى انعدام الكتاب المدرسي مع الوقت الذي يقترب فيه العام الدراسي من نهايته بدأ العام الدراسي طبعا بمعانا بحكم ظروف التي مرت بها البلاد وفي هذا السياق أكد الإداريون وجود نقص كبير في الكادر التدرسي فيما تشهد معظم المدارس ضعفا في البنية الأساسية وإهمالا كبيرا في ترميم الأثاث المدرسية المتهالك وغض الطرف عن تفعيل الأنشطة المدرسية من قبل الإدارات المختصة في المحافظة ما يؤثر سلبا على العملية التعليمية معلمات مجمع خولة ومدرسة خديقة طالبنا إدارة التربية والتعليم بالمحافظة نطالب برش المدرسة الثانوية كاملة والمدارس الأخرى أيضا حتى نؤمن أنفسنا والطالبات من أي مرض يمكن حدوثه في أي وقت كل هذا الإهمال يشهده القطاع التربوي في أبيان ومكتب التربية والتعليم يغرد خارج السرب وغير مباليا بخطورة الوضع لطفي إبراهيم قناة بلغيس أبيان